قتل 21 فلسطينيا على الأقل منذ منتصف ليل الخميس الجمعة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة ليرتفع عدد القتل منذ بدء العملية الإسرائيلية في الثامن من تموز يوليو إلى ثمانمائة وعشرين قتيلا على الأقل معظمهم من المدنيين وبينهم عدد كبير من الأطفال وبين القتل القيادي في الجهاد الإسلامي صلى حسنين وأطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين التاسع والرابعة عشر عاما أول ما شفطوها شفطوها أول ساروخ تحذيري اسم ساروخ تحذيري بعدين شفطوها ساروخ تاني بعدين نزلوها شفط هي زنزال أكبر من زنزال هز كل المنطقة وفي مواجهة الانتقادات المتزايدة بسبب الحصيلة الكبيرة من الضحايا المدنيين الفلسطينيين يبدي المسؤولون الإسرائيليون تصميما على القضاء على قدرات حماس العسكرية وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي وهو الهدف الرئيسي للعملية التي أطلقت في الثامن من تموز يوليو اشتركوا في القناة